ومعنى الشهادتين الإقرار بما فيهما فقولك أشهد يعني أقر وأعترف وأومن بأنه لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتضى هذا الإقرار الاعتقاد القلبي والتصديق اللساني فلا يجوز الإقراء التصديق باللسان مع عدم الإقرار بالقلب فهذه صفة النفاق والعياذ بالله ومعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود في الوجود حق إلا الله جل في علاه فكل معبود سوى الله باطل ويجب أن تعتقد هذا وأن تعمل بمقتضاه قال تعالى ريتم اتخذ إلهه هواه فالهوا قد يكون إلها والشيطان قد يكون إلها وكل ما عبد من دون الله فهو إله لكنه إله باطل وأما الإله الحق فهو رب العالمين جل في علاه قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ولها ركنان الركن الأول النفي وهو في قوله لا إله والثاني الإثبات وهو في قولك إلا الله فأنت تنفي جميع المعبودات ثم تثبت إلهاً واحداً بحق وهو الله جل في علاه وكثير من الناس لا يفهم معنى هذه الكلمة فإذا سألته عن معنى لا إله إلا الله قال لا خالق إلا الله وهذا باطل وإذا سألته عن معنى لا إله إلا الله قال يعني لا رازق إلا الله وهذا باطل إنما معناها لا معبود حق إلا الله وأما كون الله هو الخالق وهو الرازق فهو حق في ذاته لا شك أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق أو الرزاق وأن الله هو المعطي وأن الله هو المحي وأن الله هو المميت لا غير ذلك من صفات ربوبيته جل في علاه ولكن ليس هذا هو معنى هذه الكلمة وإلا فالمشركون كانوا يثبتون أن الله هو الخالق وأنه الرازق وأنه المحيء وأنه المميت وأنه رب الأرباب ولكنه لما قال لهم قولوا لا إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب يعني إنه يأمرنا أن لا نعبد إلا إلها واحدا ونحن نريد أن نعبد آلهة كثيرة نعبد اللات ونعبد العزة ونعبد هبل إلى غير ذلك لكنهم يعرفون أن هبل هم الذي صنعوه فهو لم يصنع شيئا وهم الذي وضعوه فهو لا يتحرك ولا يفعل شيئا ولكن كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله يعني إلى رب الأرباب الذي يجعون أنه رب الأرباب وأما هذه الآلهة فهي وصائط ولذلك من اتخذ بينه وبين الله وسائط يعبدها ويتشفع بها ويتوسل بها فقد كفر بالله العظيم وأشرك الشرك الأكبر كما هو موجود اليوم في الذين يعبدون عبدالقادر الجيلاني فيدعونه ويستغيثونه من دون الله أو الذين يعبدون الحسن أو الحسين أو فاطمة الزهراء أو يعبدون العيداروسي أو يعبدون أي وثن يعبد من دون الله أو أي ضريح أو أي شخص حيا كان أم ميتا فهؤلاء كلهم يكفرون بالله جل وعلا ويشركون مع الله آلهة أخرى والقضية العظمى التي دعا إليها الأنبياء والرسل هي قضية التوحيد قضية توحيد العبادة كما سيأتي أيضا مزيد من الإشارة إليه بعد ذلك إن شاء الله تعالى ومستاق هذا قول الله جل شأنه في كتابه الكريم ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهكذا في صالح عليه السلام وهكذا في جميع الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه كلهم أتوا بقضية العبادة فهذا معنى لا إله إلا الله الذي يجب على كل مسلم أن يعرفه وهو أنه لا معبود حق إلا الله جل في علاه وأما معنى الشهادة أن محمد رسول الله فمعنى أقر وأعترف وأؤمن وأصدق بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي هو رسول من عند الله عز وجل أؤمن به وأصدقه وأتبعه على دينه ولا أتبع أحدا سواه فكل من اتبع نبيا غير محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر برسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فإن جميع الطرق إلى الله جل وعلا قد أغلقت طريق موسى وطريق عيسى وطريق إبراهيم وطريق نوح وطريق جميع الأنبياء كلها قد أغلقت ولم يفتح الآن من بعثته عليه الصلاة والسلام إلى الله إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم وبه نسخت جميع الملل لكنه عليه الصلاة والسلام جاء بقرار التوحيد الذي هو مشترك بين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فجميع الأنبياء أتوا بتوحيد الله جل وعلا وأما الشرائع فهي شتى كما قال عليه الصلاة والسلام دينهم واحد والشرائع شتى ومعنى ذلك أن التوحيد واحد لا يتغير من آدم عليه السلام وهو نبي موحى إليه إلى محمد عليه الصلاة والسلام وهو نبي مرسل وأما الشرائع فهي متغيرة وهي مختلفة هو محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الأخير الذي لا يقبل الله دينا سواه ولذلك كل من زعم أن من اتبع نبيا من الأنبياء فهو مسلم موحد من أهل الجنة فهو كافر برسول الله صلى الله عليه وسلم وكافر بدين الإسلام قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسه بيده لا يسمع برجل يهودي ولا نصران ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار رواه مسلم في كتابه الصحيح